استعرض رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة للمجلس مشاركته في أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي أشر رئيس مجلس النواب إلى أن هذه المشاركة توجت بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا توجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية تهدف إلى زيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد على المستويين الوطني والإقليمي ولعل هذه الموافقة إنما جاءت اعترافاً بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي الذي يتمتع مجلس النواب المصري بعضويته منذ عام 1924 وشهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية بفضل جهود سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعاد فخامته مصر لمكانتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر